مرعبات جوية ومنخفض أطلس عملاق قادم إلى المغرب مع استمر الأمطار الرعدية القوية جدا تحذير مبكر للمغاربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناتنا طفل فلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر طور عبد الوقت أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الآخر تحديد نموذج الأوروبي في نشرة الإندارية من المستوى البرتقالي مشاهدين الكرام اليوم غدت ثلاثة تسعة عشر إن شاء الله نوانبر الفين واربعة وعشر بإذن الله سنعطيكم آخر التفاصيل ومساجدات المناطق المعنية بالإضطرابات الجوية كما قلنا لكم معا قدم منخفض جو كبير محمل بالأمطار والتلوجة الكتيفة وإن شاء الله سيكون منخفض كبير ومحمل بأمطار جد قوية وسوف تشمل عديد من المناطق المملكة فضروري جدا مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا المناطق والمدن المعنية بالأمطار الخير وتوقيت دخولها بإذن الله تعالى إخواني الكرام فإن أكثر من تسعين في مئة لا يكملنا الفيديو إلى الأخير ولا يعرفون عن ما نتحدث فضروري إكمال الفيديو باشتعرفوا إخواني الكرام لوقتك دخلت وإمتكينا ورامز الاشتراك آمر كي يبقى مجرد توقعات وعيموا عند الله تعالى إخواني الكرام خذوا الأيام القاربة المدى بعين الاعتبار أما التوقعات البعيدة المدى فهي قابلة للتغيير والأمطار الرعدية فكما تعرفون فإنها تتغير باستمراء والصعبة توقعها إخواني الكرام لكن في نشرة الاندارية فالأمطار الرعدية العاصفية محلية قوية ما زالت مستمرة مع تقدم منخفج كما لاحظتم في بداية الفيديو سنقدم لكم توقيته وكذلك المناطق المعنية وتركمة الأمطار إخواني الكرام من المتوقع إن شاء الله يوم الثلاثة تسعة عشر نوفمبر تكون بعض الرياح لأقاليم الجنوبية للمكا خصوصا شمالها وكذلك المرتفعة تري مع احتمال استمراء الأجوال غير مستقرة وخصوصا فترة الصابع تساقطات المطارية جد جد مهمة سوف تعرف العديد من الأقاليم المملكة وخصوصا الأقاليم الصحوية للمكا ستعرف رياح قوية خصوصا للمناطق الداخلية كالسمارة وكذلك أوسر الداخل ومناطق القويرة والمناطق المجاورة كذلك الداخل وربما تصل حتى العيون بعد الترابات الجوية لكن سوف تكون سلسلة من الترابات الجوية العاصفية محليا وخصوصا في فترة الصابع على مناطق التالية تساقطات المطارية حاضرة على ماتق تونات قرية ابو محمد سيد سليمان الخميسة والرماني الغارة بن سليمان والدار بيدا برشيد لكن تبدو ضعيفة على الدار بيدا بعد الزخة الرعدية قد تكون في المناطق المجاورة تساقطاتهم في إن شاء الله فترة الصابع كذلك سوف تنتد إن شاء الله مع مرور الساعة علاماتك الدار بيدا والجديدة ولا تفرصد بالنور وقال عسراغنة قد تصلوا بعض الترابات الجوية كذلك على بن جريل واليوسفية والولدية وآسف خمزود الحاجة وششاوة وصويرة وإيد داود ومن المحتمل إن شاء الله يستمران الأجوال غير مستقرة في فترة الصبع على أوكيمدن وأمزميزو إبن شانون وإيد داود ويتوقع كما تشاهدون التساقطات المطارية ومساة متواصلة على قليمة الجروية لنكاه إخواني الكرام تساقطات جد مهمة مع استمراري خلال أيام القادمة التي سنقدم لكم في هذا الفيديو فضروري جدا ضروري جدا مشاهدة الفيديو إلى القصير إلى النهاية لكي تشاهدوا التفاصيل المهمة مع مرور الساعة إن شاء الله سوف تمتدد للتساقطات المطارية وخصوصا على معاتق الناظور والحسيمة والتريوش إن شاء الله وساكا أكنول وإيساقن وشفشاون وزان وسيد علالتازي سيد سليمان قرية ابو محمد الخميسات مكناس وفاس وكذلك الرباط بسليمان والرماني أمطار حاضرة بإذن الله على علاماتق والمأس والغارة برشيد وتساقطات على أسطاعة أولاد فرج أمطار حاضرة على واضزم وخريبة وزود شيخ ومن المتوقع استمرار الأمطار الخير على علاماتق خنفرة وكذلك البروج تساقطات مهمة على سيد بالنور أولاد فرج واليوسفية قد تكون بعض الأحيان مصحوبة مع واصفة رعدية ومن المتوقع تستمر بعض الترابات الجوية كذلك على المناطق الجنوبية للمملكة إلى الفترة بعد الزوال يتوقع أن أمطار الخير أن تبتد للمناطق مرتفعة الريف والواجهة المتوسطية وأقصى الشمال للمملكة بتساقطات مطرية محتملة إن شاء الله على المناطق بركان توريت الناظور والحسيمة والدريوش إساقن تاونات شفشاون والزان قرية بمحمد تهلا وفاس ومكناس وكذلك سيد سليمان الخميسات والزان مناطق شفشاون إن شاء الله وتساقطات مهمة على مناطق سكورة مداز وإفران وولماس وأجواء غائمة على مناطق الوسطى قد تعتبط القطارات هنا وهناك مع استمرار بعد الرياح النشطة ومن المتوقع إن شاء الله في فترة الليل استمرار أمطار الخير وخصوصا على المناطق التالية خصوصا في فترة المساء على مناطق طنجة عصيلة والعرائش وما زال منخفض القادم إلى المغرب خلال أيام البعيدة سنقدم لكم في هذه النشطة تساقطات الرعدية محل قوية على مناطق طنجة وكذلك المناطق الحسيمة إفران أولا ميمونة والعرائش شفشاون وتاونات قرية بمحمد سيد سليمان أمطار حاضر الخميسات مكناس وفاس كورامداز والمساء قليبات جوية هامة خصوصا يوم غد التلتاء ستعرف عدة مناطق من المملكة وأمطار الخير مزات متواصلة من لبني ملال وكذلك البروش قلعة ساغنة بن جريل كذلك إن شاء الله ونمتوقع كذلك بعض المناطق وكذلك تساقطات المطرية محتملة وكذلك على إقليم أوسرة ستعرف بعض التساقطات المطرية خلال توقع يوم الأربعاء يتوقع بإذن الله أن تعود الأجوال يستقرر لكن احتمال تقدم منخفض جوي أطلع سنقدم لكم إن شاء الله في هذا الفيديو ومن المتوقع خلال يوم الاتنين خمسة وعشرون نوفمبر تساقطات المطرية محتملة على ما تقصوص وبداية دخول هذا المنخفض الجوي الكبير على مناطق صويرة وكذلك أغادير وطانطان وطرفايا وبالنسبة كذلك مع مرور الساعات سوف يمتد ويتوغل هذا المنخفض الجوي العملاق على مناطق تباية نصال الله تمات رغبة أن التوقعات بعيدة إخواني كرام ساقطاتهم على آسفي وصويرة وكذلك تارودانت وتزني تأتباه بالفاسد إفني وطانطان مع احتمال إن شاء الله يصل السواحل الغربية تدريجيا من المتوقع إن شاء الله خلال توقعات يوم الثلاثة أمطار غزيرة وقوية على عديد من المناطق المملكة كما تشاهد تساقطات مطرية محتملة كما تلاحظون على العديد من المناطق المملكة والمناطق المعنية بادي التساقطات فهي كالتالي منطر حاضر على الطنجرة تطوان عصيلة على عرائش شوشاول للميمونة والزان سيدي علال التازي وقرية ابو محمد وسيد سليمان والرباط ومكناس وكذلك الخميسة الرماني والمس وبسليمان والضاربدة وكذلك التربات الجوية مهمة بإذن الله على مناطق القارة وبرشيد والجديدة وسطات وكذلك ولد فرد لأن هذا المنخفض إخواني كرام مستره أطلسي ويؤدي إلى التساقطات مطرية عامية واحتمال إن شاء الله أن يكون منخفض شامل على عديد من مناطق المملكة ابن ملال والجديدة ولد فرج وسيد بنور تقسم ترفيء المغرب إن شاء الله على العديد من المناطق المملكة بتساقطات المطارية غزيرة محليا على آسف ويوسفية وكذلك مناطق خميس والحاج سيد بنور قال استغناء أغادير وشبا ومراكش ششاو أصويرا أي تود وتارودانت وأغادير وبالفاع إن شاء الله وتليوين وتزنيد وسيد إيفني وقلميم وطانطان وهي من المتوقع إن شاء الله أن يمتد تدريج هذا المنخفض للجو إخواني الكرام على العديد من المناطق المملكة مع احتمال تساقطات تلجية على مناطق تبع أنت وكذلك أغادير بوشيب وكيمدن أمزميز إمنشانوت وششاو وأصويرا أي تود وتساقطات على أغادير وتزنيد وتارودانت وأجباها بالفاع وتزنيد وسيد إيفني وتفريوت تساقطات المطارية عاصفية كذلك على مناطق قصيلة وشبشاو وإيساقن وكذلك للميون وقرية أبو محمد سيد اسليمان والرباط وامكناس أمطار الخير متواصلة أهلا وسأعطيكم تركمات الأمطة أمطار إن شاء الله حضر على سكورة مداز وكذلك إيفران والماس والرماني وخنيفرة وزود شيخ بن ملال وآسول وقلع سراغل المناطق المرتفعة والهضاب العليا الشرقية إن شاء الله ستكون أجواء نسبيا غير مستقرة كذلك في فترة المساء خصوصا على مناطق الراشدية وتين غير وبني ملال وميدلت وماتق الريباط والدار بيضاء قارة برشيد وستات ولد فرس دي بالنور وخريب وليوسفية وبنقرير وكذلك خمسود الحاج وصويرة تساقطات حاضرة مع تيمة تساقطات تلجية كثيفة على المرتفعات الأطلس واستمرار أمطار الخير رغم أن التوقعات ما زالت بعيدة المدى وقابلة التغيير اليوم الأربع استمرار أمطار الخير كذلك بفترة الصباح وتصل السواحل الغربية وقص الشبان المملكة على مناطق تنجا تطوان الصيلة والعراء الشفشاون للنميمون إيساج ووزال للنميمون وكذلك الرباط والسلة والمحمدية وكذلك تساقطات مطرية عاصفية غزيرة محل بالنسبة للتركمات الأمطار إن شاء الله خلال أيام القادمة لعشر أيام فتركمات جد جد مهمة كما تشاهدون تقسم المملكة قد تصل تساقطة الأمطار بين الثلاثون والخمسون مليمتر كتجمال التركمات والأمطار إن شاء الله ستكون شاملة على عديد من المناطق المملكة إخواني الكرام لأسأل الله